السلام عليكم ورحمة الله طلبة قولة سنوي اتمنى كلكم يا رب تكونوا بخير ان شاء الله مع بعض النهاردة هنحل ورق التدريب على الايد او التمثيل الغذائي اتمنى انكم تشتركوا في القناة واهم حاجة تفعلوا الجرز علشان يوصلكم كل فيديو جديد او المنزل ان شاء الله لماذا تتبع فترة التمرين المكسف غالبا بسرعة في التنفس هل لزيادة درجة حرارة الجسم ولا لازالة الاكسوجين من الدم ولا لزيادة معدل ضربات القلب ولا لتعويض الاكسوجين المفقود ولا لتزويد الخلايا بالطاقة تمرين مكسف معنا كده ان انت بتبزي المجهود معنا كده ان بتتم عملية التنفس الخلوي او الاكساد او الهد في وجود الاكسوجين يعني الجسم عايز يستهلك كمية اكسوجين عشان يقدر يقوم بالمجهود ده وبالتالي ينتج لك طاقة طيب دلوقتي انت عندك الجسم عمل يستهلك الاكسوجين فهتلاحظ ان انت بتتنفس بسرعة جدا ليه؟ عشان يعوض الاكسوجين اللي انت عملت استهلكه اثناء التمرين يبقى الاجابة دال لتعويض الاكسوجين المفقود اي مما يلي يعرف الايد الايد هو مدى سرعة الجسم في هضم الوجبات الايد هو اجمالي مدخلات الطاقة مقسومة على اجمالي مخرجات الطاقة في الكائن الحي الايد هو مجموعة تفاعلات الكيميائية التي تحدث في كل خلية في الكائن الحي ولا الايد هو مدى سرعة فجدان الشخص للوزن ولا الايد هو مجموعة كل الطاقة المفقودة من الكائن الحي احنا قلنا ايه هو الايد الايد هو كل التفاعلات اللي بتتم في كل خلاف الكائن الحي سواء بقى هدم او بناء يعني مجموعة الهدم والبناء الاولاني بيقول هضم الوجبات عملية هضم ده مش ايد به بيقول ان هو المدخلات على مخرجات الطاقة جيم بيقول مجموعة تفاعلات صح اللي هو الهدم والبناء اللي بتحصل جوا كل خلاف دال بيقول مدى سرعة فجدان الشخص للوزن غلط هيه بيقول الايد مجموعة كل الطاقة المفقودة يعني هنا بيقولك الطاقة المفقودة فقط مش المكتسبة لا احنا عندنا المفقودة والمكتسبة يعني الهدم والبناء يبقى الاجابة جيم في بعض تفاعلات الايد تتكسر جزيئات كبيرة الى جزيئات اصغر ما التفاعل الحاوي الذي يكسر الجلوكوز في الخلايا لانتاج الطاقة احنا عارفين العملية دي معروفة بعملية ايه هل الخاصية الاسموزية تنفس الخلوي البناء الضوئي تكوين الامونيا ولا الانقسام الميتوزي احنا قيلين عملية تكسير الجلوكوز او عملية الهدم اسمها التنفس الخلوي اللي بيكون فيها الجلوكوز في وجود الاكسوجين بيتكسر وينتج لنا طاقة ما الجزيئات البيولوجية التي تتكسر لتكوين اليوريا في الجسم هل الاحماض النووية ولا الكربوهايدرات ولا الدهون ولا الاحماض الامينية ولا الليبيدات احنا عندنا عملية اسمها استقلاب الاحماض الامينية هي مش عليكو هتاخدوها بعد كده بس لما البروتينات بتتكسر وتديني الاحمااض الامينية بيحصل عملية اسمها استقلاب بعد كده وبتديني اليوريا بعد كده الجسم يبتدي يتخلص منها عن طريق البول والعرق يبقى الحاجات اللي بتكون اليوريا هي ايه؟ الاحمااض الامينية دال في بعض التفاعلات الايضية تتكون جزيئات كبيرة من جزيئات اصغر كما هو موضح في الاشكال المبينة ما الوحدات الفرعية للمونمر التي تتجمع لتكوين النشاء في التفاعل الايضي؟ احنا عارفين النشاء بيكون من ايه؟ هل من الاحمااض الامينية؟ هل من الجلايكوجين؟ السليلوز؟ الجولوكوز؟ ولا الساكروز؟ احنا عارفين ان النشاء ده بوليمر مكون من مونيمرات اصغر وهو الالفا جولوكوز يبقى الاختيار دال الجولوكوز ما الوحدات الفرعية للمونمر التي تتجمع لتكوين البروتين في التفاعل الايضي؟ ايه اللي بيكون البروتين؟ هل الجولوكوز؟ الاحمااض الامينية؟ البيبتين؟ اللابيدات؟ ولا السليلوز؟ احنا عالين ان البروتين هو بوليمر مكون من مونيمرات متحدة مع بعضها اسمها الاحمااض الامينية الاختيار به يمكن تقسيم تفاعلات الايد الى قسمين رئيسيين الايد الهدمي والايد البنائي اي من الات يوضح الايد الهدمي؟ هل الايد الهدمي هو العملية التي تبنى من خلالها الجزائيات الكبيرة نتيجة لارتباط وحدات اصغر؟ ولا الايد الهدمي هو العملية التي تتقسر من خلالها الجزائيات الكبيرة الى وحدات اصغر؟ اكيد به لان عملية الهدم دي العملية اللي الجزائيات الكبيرة فيها بتتقسر لوحدات اصغر وتمتج لنا طاقة يبقى الايد الهدمي هو العملية التي تتقسر من خلالها الجزائيات الكبيرة الى وحدات اصغر اي العبارات الاتية توضح العلاقة بين الطاقة وتفاعلات الايد الهدمي والبنائي؟ هل تحتاج تفاعلات الايد البنائي الى الطاقة لتكوين جزائيات جديدة؟ في حين تطلق تفاعلات الايد الهدمي الطاقة نتيجة لتكسير الجزائيات؟ ولا تحتاج تفاعلات الايد الهدمي الى الطاقة لتكوين جزائيات جديدة في حين تطلق تفاعلات الايد البنائي الطاقة نتيجة لتكسير الجزائيات؟ أكيد ألف إحنا قيلين عملية البناء دي بتحتاج لطاقة أو بتستهلك طاقة عشان تكون لنا جزيئات كبيرة وتفاعلات الهدم دي بتطلع طاقة بتنتج لنا طاقة نتيجة لتكسير الجزيئات الكبيرة الجزيئات أصغر زي أكسات الجلوكوس يبقى الإجابة ألف يمكن تقسيم تفاعلات الأيد إلى قسمين رئيسيين الأيد الهدمي والأيد البنائي أي من الآتي يوضح الأيد البنائي هل الأيد البنائي هو العملية التي تبنى من خلالها الجزيئات الكبيرة نتيجة لارتباط وحدات أصغر ولا الأيد البنائي هو العملية التي تتقصر من خلالها الجزيئات الكبيرة الوحدات أصغر الإجابة ألف ان الايد البنائي او عملية البناء دي عملية بتبنى من خلالها الجزائيات الكبيرة من الجزائيات الصغيرة وطبعا بتستهلك طاقة العملية المطلقة للطاقة عملية تنطلق خلالها الطاقة اي العمليات الاتية تعتبر عملية مطلقة للطاقة يعني عملية بتطلع لنا طاقة بتنتج طاقة مطلقة للطاقة يعني ايه بتنتج طاقة زي ما قلنا يعني عملية ايه يعني عملية هدم او عملية تكسير يبقى الاجابة الف تكسير متعدد السكريات اي من الات يمثل عملية البناء هل تكسير البروتينات في الاثنى عشر ولا تكوم بروتينات في الانسجة العضلية ولا استخدام الجليكوجين المخزن في الكبد للحصول على الطاقة ولا لا توجد اجابة صحيحة عملية البناء احنا قلنا ان هي ايه تكوين جزيئات كبيرة من الجزيئات الصغيرة وبتستهلك طاقة طب احنا عندنا دلوقتي اللي موجودين عمليات تكسير تكسير بروتينات لا دي هدم استخدام جليكوجين للحصول على الطاقة لا دي كده برضو هدم تكون بروتينات في الانسجة العضلية اه دي عملية ايه بناء يبقى الاجابة به تكون بروتينات في الانسجة العضلية كل من الاتي نواتج مخلقة حيويا لعملية البناء ما عدا نركز في ما عدا اللابي دات الجليكوجين جزيء ايتي بي ولا البروتينات احنا عندنا عملية البناء زي ما اتفقنا ان هي بتكون جزيئات كبيرة من الجزيئات الصغيرة وبتستهلك طاقة على عكسها عملية الهدم اللي هي تكسير الجزيئات اللي عندنا وانتاج طاقة طيب احنا عندنا اللابي دات والجليكوجين والبروتينات دي جزيئات كبيرة تكونت في عملية البناء لكن جزيء الاتي بي بينتج من عملية الايه ها انتاج الطاقة او الهدم او التنفس الخلوي بتفقين ان عملية التنفس الخلوي بيطلع منها طاقة اللي بتحمل على الاتي بي ازا الاجابة هنا جزيء الاتي بي وبكده نكون خلصنا اسئلة التمثيل الغذائي اتمنى تكون يستفدتم تنسوش لو استفدتم انكم تعملوا لايك للفيديو وتشيرو مع اصحابكم عشان يستفيدوا زيكم ولو مشتركتوش في القناة ياريت تشتركوا واهم حاجة انكم تفعلوا الجرس عشان لما انزل فيديو جديد يوصل لكم على طول شوفكم على خير السلام عليكم ورحمة الله